السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال للمرة التانية بعمل فيديو تاني عن البروستات نقطة محددة خاصة بغدة البروستات لما بيحصل لها مرض أو بتتضخم إيه اللي بيحصل في الواحد وكل اللي بيحصل للإنسان أو للراجل لما البروستات دي بتتمرد ده بسبب إن هي في موقع خطير جدا 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 وموقع مزنوق جدا جدا يمكن في الرسمات بتبقى إيه مش بين الزنقة بتاعتها أو يعني الرسمات توضحية فما بتبقاش بين قد هي مزنوقة لكن هي فعلا في الواقع مزنوقة جدا ما بين المثانة وما بين المستقيم المثانة من فوقها والمستقيم من خلفها وعظام الحوض وعضلات الحوض والحويصلة المنوية وكل دول زنقين البروستات فلما بتلتهب أو بتتضخم فبيزيد حجمها فأي زيادة في الحجم نهار ما بتضغط على أي عضو قريب منها بتنعاكز دي على هيئة أعراض وأهم عضو بصراحة بيتأثر هو بيتأثر بتضخم البروستات هو المثانة المثانة هي أشهر وأكتر عضو لكن أي مكان البروستاتة بتتضخم ناحيته وبتضغط عليه بيحصل أنه يتأثر وتحصل أعراض مرتبطة بهذا المكان فخلينا نشوف لما البروستاتة تمرد بيحصل لك إيه يا راجل يعجوز يا حالة ليه؟ لأنه هو في الغالب البروستاتة بتتضخم في بعد سن يعني هناك من سن الخمسين وما فوق هو بصفة عامة نقدر نشخص تضخم البروستاتة كالآتي لو واحد صغير في السن تحت الأربعين فالاحتمال الأكبر أنه التهابات في البروستاتة لو واحد من الأربعين إلى الستين خمسة وستين الاحتمال الأكبر اللي هو التضخم الحميد أو الورم الحميد في البروستاتة لو واحد بقى فوق السابعين بنحط احتمال سرطان البروستاتة يعني لا قدر الله عننا وعنكم جميعا فخلينا نشوف التفصيل مع الرسومات إيه اللي بيحصل لما البروستاتة تمرد وتتضخم زي ما أنتوا شايفين في الرسمة دية المثانة ودى المستقيم المستقيم ودى المثانة فإذن هي إيه؟ تحت المثانة وأمام المستقيم دية البروستاتة تحت المثانة وأمام المستقيم اللي انتوا شايفينه ده منظر جانبي وإذا ما قلنا أن الرسومات شوية بتبحبح لكن هي في الحقيقة بتبقى البروستاتة مزنوقة ما بين هذه الأعضاء خلينا نشوف منظر أمامي لوضع البروستاتة ده منظر أمامي يعني كأنك بتبص للشخص عينك في عينك بتبين لوكو البروستاتة في تحت ومن وسطها ماشي مجرى البول وجاي بالبول من المثانة إلى القديم طيب لو حصل مرض في البروستاتة وتضخمت إيه اللي بيحصلها؟ يحصل إنها أما تتضخم هتضغط على أحد الأعضاء فممكن لو تضخمت في اتجاه الأعلى تضغط على المثانة وإذا ضغطت على المثانة ممكن إما تضغط على جدار المثانة نفسها فبالتالي حجم المثانة يقل جدار المثانة يفقد بعض اللي ينتب ما يبقاش لين ما يقدرش يتمدد ويحتوي المثانة ما تحتويش كمية كبيرة من البول كما هو العادة وممكن تضغط على السفينكتر السمام اللي في عنق المثانة اللي بيتحكم في نزول البول أو حبسه دية الآثار اللي بتنتج عن الضغط على المثانة فيحصل إيه؟ يحصل إن الواحد يتكرر عنده البول لأن المثانة أصبح حجمات سغيرة ولا تستوعب كمية كبيرة من البول جدار المثانة أصبح مش مارن فبالتالي لا يتمدد ويستوعب البول فبالتالي يحصل تكرار والصمام يتلف فلما الصمام يتلف ما تعرفش تحبس البول يحصل إيه؟ إن الواحد ينقط بول لما المثانة يبقى فيها كمية وعايزة تخرجها ما يبقاش فيه تحكم في البول الواحد يقوم بالليل كتير يروح الحمام كتير بالليل وأثناء النهار كل دي نتيجة الضغط البروستيت على المثانة طيب لو حصل الضغط في اتجاه الحالب زي ما بين كده في الصورة إيه اللي يحصل؟ هيتضغط على الحالب هيديق الحالب ويختنق وبعدين يصبح مرور البول صعب فالواحد يجد عنده صعوبة في بداية التباول صعوبة في إخراج البول وقد تصل الحالة لما تكون زيادة بقى جدا وضغط جديد على الحالب إنها تقفل الحالب تماما ويحصل احتباس للبول في الحالات دي طبعا ما لهاش حل غير الواحد يعمله قسطرة وبعدين يعالج البروستيت بحيث يخفف الضغط منه على الحالب طيب لو ضغطت البروستات على المستقيم إيه اللي يحصل؟ هو ما فيش مشاكل صحية شديدة بتحصل ولكن الإنسان بيبتدي يشعر إنه عنده تقل من تحت وبيبتدي يشعر إنه عايز يخش الحمام كتير للتبرز وهو في الحقيقة مش عايز كإنه عنده رغبة في التبرز لكن في الحقيقة لأ فهذه الأعراض اللي بتنتج عن تضخمها ناحية المستقيم وممكن تؤدي إلى سرعة قسف هي منطقي لما بتضغط البروستات على الأنابيب المنوية اللي هي جاكولات ريداكت لما تكون كبيرة وقت الواحد ما ييجي يعمل جمع فبالتالي البروستات بتبقى كبيرة عضلتها أقوى وبتضغط أسرع على القناة القاذفة وبالتالي الواحد ممكن يقذف بسرعة أكتر من المعتاد ويجي له نوع من سرعة القسفة ده كان ملخص للمشاكل اللي بتحصل نتيجة تضخم البروستات وده كله نتيجة موقحها الاستراتيجي المزنوق ما بين الأعضاء الأخرى المتانة والمستقيم والحاصلات المنوية وعظام الحوض وعضلات الحوض وكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة وإن شاء الله في تكملها لفيديوهات أخرى عن البروستات وخليكم معانا بإذن الله تعالى وما تنسوش تعملوا اشتراك لو مش مشتركين وتعملوا لايك وتنشروا الفيديو على أصحابكم وحبائبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر